بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم له الحمد وله الشكر والفضل الكثير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة عين التعليمية معكم الأستاذ مهند بن سعد العبيت متخصص في تعليم ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتس الانتباه بالمرحلة الابتدائية حديثنا اليوم في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتس الانتباه للفصل الدراسي الثالث وموضوعنا عن المهارات التنفيذية عند الطلاب ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتس الانتباه في جزئه السادس تحت موضوع بدء المهمة إرشادات التعلم عن بعد لانتباه أفضل اجرس في مكان خالي من المثيرات الصوتية والسمعية كذلك قم بتدوين المعلومات الواردة بالحصة الدراسية ورقيا أو إلكترونيا ولمعلمي التعليم العام والأسر بإمكانكم الاستفادة مما يطرح في مجال اضطراب فرط الحركة وتشت الانتباه وذلك للتمكن من اختيار الأسليب المناسبة للتعامل بها مع الطلاب بسم الله الرحمن الرحيم مهارة بدء المهمة هي القدرة على البدء في نشاط دون تسويف غير مضرر أو التوقف عن نشاط دون تأجيل حديثنا اليوم رح نتكلم فيه عن مهارة بدء المهمة هي أحدى المهارات التنفيذية الـ 11 اللي رح نتكلم فيها خلال هذا الأسبوع وهي سلسلة طويلة عبارة عن 10 دروس بالنسبة لمهارة بدء المهمة غالباً ما أن الطلاب اللي عندهم إطراب فرط حركة وتشت الانتباه ما يكون عندهم مثل ما نقول ضعف الدافعية في الخطوات الأولى من تأدية أي مهمة يعني غالباً ما يكون فيه تباطئ لما يعطي المعلم إشارة مثلاً لبدء نشاط غالباً ما تكون الخطوات الأولى مجهولة أو فيها قل دافعية لتأديتها إن شاء الله اليوم رح نتعرف على مهارة بدء المهمة وأبرز علاماتها بسم الله من علامات ضعف مهارة بدء المهمة التسويف وتأجيل النشاطات التي لا يفضلها الطالب ذا إطراب فرط الحركة وتشت الانتباه إن التسويف يؤدي إلى الاستعجال وبالتالي يسلم الطالب ذا إطراب فرط الحركة وتشت الانتباه متطلباته أقل من المعايير المقبولة أو تكون الواجبات ناقصة بالنسبة للعلامة بدء المهمة لما تكون ضعيفة عند الطالب ذا فرط الحركة وتشت الانتباه على سبيل المثال دائما ما نلاحظ على الطالب تأجيل الواجبات يعني لما نرجع للبيت خلنا نقول أنه فترة العصر هي الفترة الغالبة ما أنه الأهل يكونون جميعهم متواجدين في المنزل وبالتالي تكون هي فترة المذاكرة وحل الواجبات والمراجعة تلقى الإبن يأجل يقول لا خليها مثلا يقول يا أبوي أو يا أمي يخليها بعد صلاة المغرب أو خليها بعد صلاة العشاء يبغى يلعب فبالتالي يبدأ بعملية تأجيل تسويف لأنه نشاط شاق يراه نشاط صعب عليه أحيانا لا تكون العملية عملية التسويف ملاحظة من حيث تأديتها للمهمة الأكاديمية يعني لما يجي دائما يخلي مثلا الرياضيات اللي هي غالبا ما تحتاج جهد عقلي يخليها آخر شيء وبالتالي نحن صعب أن نخلي مثلا مادة كمادة الرياضيات وزخمها المعلومات نخليها مثلا في نهاية اليوم لابد أنها تكون في مقدمة اليوم من حيث المراجعة لأنها تحتاج أنه الابن يكون في كامل قواه وعافيته فبالتالي نجده لا يؤجل المهام أو المواد اللي غالبا ما تكون صعبة أو يشعر فيها بإجهاد ذهني من ضمنها الرياضيات وكذلك مادة اللغتي ومثل ما ذكرنا أنه هذا التأجيل دائما ما يؤدي إلى الاستعجال في النهاية وبالتالي قد يراجع لمادة الرياضيات أو لمادة لغتي يراجعها في آخر اليوم وبالتالي ما يكون استعداده جيد لما هو قادم له في اليوم التالي يعني يحضر للمدرسة ما حضر زين للدروس إذا كان مثلا حالة تمارين أو واجبات واجب للرياضيات غالبا ما يكون واجبة ناقص أو أنه كامل لكن تأديتها في النشاط أو الواجب أقل من معايير القبول بالنسبة للمعلم سؤال الطالب ذات طراب فرط الحركة والشت انتباه لديه مهارة بدء المهمة في الأشياء المحببة فلماذا نقول عنه ضعيف في مهارة بدء المهمة مثل ما هو واضح أمامكم في الإجابة مهارة بدء المهمة طبيعي أنها تكون مهارة قوية لجميع البشر لكن أمانة غالبا ما تكون ضعيفة في الجانب الأكاديمي بالنسبة للطالب اللي عنده طراب فرط حركة والشت انتباه بحكم أن العملية الشاقة مثل ما قلنا غالبا يحاول أن يتجنفها لذلك اختيارنا لمسألة أن نسمي هذا تسويف أو تأجيل غير مبرر للفرد بشكل عام عندما يؤجل نشاط أساسي في حياته بالنسبة للطالب عنده طراب فرط حركة والشت انتباه يؤجل نشاط دراسي وبالتالي يطلق على هذا الأمر تسويف تأجيل أي مكان ضعف مثل ما نسميه أو في درس اليوم ضعف في مهارة بدء المهمة فدائما مثل ما وضحنا هنا أنه غالبا المهارات المزعجة أو الشاقة أو المنفرة الأكاديمية لابد أن يطبقها مثلها مثل المهارات البسيطة السهلة الممتعة يعني يكون عنده دافعية مثل ما هو عنده دافعية للعب يكون عنده كذلك دافعية ولو نقول بـ 50% في المهارات أو الأنشطات الأكاديمية تعتبر مهارة بدء المهمة مهارة يعتمد فيها الطالب على نفسه وذلك من خلال ترسيخ الأعمال الروتينية روتين الصباح يعني يوميا يستيقظ يغسي الوجهة يفطر يغسي الأسنانة ويفرش أسنانة ثم يلبس ثوبة ويتوكل على الله للمدرسة كذلك ما بعد المدرسة يخلع ثيابة إذا كانت متسخة يستحمة يحضر نفسها لوجبة الغداء بعدها إذا كان بيلعب شوي ثم يحضر نفسها ما بعد ساعة العصرية للمذاكرة كذلك في روتين ما قبل النوم ينبغي أن يتعلم الإبن الخطوات الأولى لإنجاز مهام تم الإتفاق عليها مع أسرته كذلك تعتبر مهارة بدء المهمة من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطفل في مرحلة الروضة كذلك ما يميز مهارة بدء المهمة أنها تعلم الطالب إنجاز ما هو مطلوب حتى وإن كانت غير ممتعة وكذلك تجاهل أو تأجيل ما يريد بالنسبة لملخص النقاط التي ذكرناها في هذه الشريعة بالنسبة للنقطة الثالثة تعتبر مهارة بدء المهمة مهارة بدء المهمة من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها في مرحلة الروضة الهدف من أن يكتسبها في مرحلة الروضة لأنها تعتبر مهارة أساسية في مرحلة الابتدال يعني لابد أن هذه المهارة يكتسبها قبل السبع سنوات نحن صحيح قلنا أنه في مهارات عديدة التي هي 11 مهارة لكن في بعض المهارات لابد أنه الابن قبل أو الابنة قبل الست سنوات أنه يكتسبها وهذه تعتبر من المهارة لأنه في صف أولى ابتدائي مباشرة سيدخل على العمليات الأكاديمية الانضباط الصفي كذلك حول مجتمع مدرسي كبير فبالتالي لا بد أن يكتسب هذه المهارة كذلك مثل ما قلنا أنه ما يميز هذه المهارة أنه الابن لا بد أن يتعلم لأن الان راح المدرسة غالباً راح تكون أعمال شقة وبالتالي يؤجل ما يريد يبدأ بما لا يريد صحيح أنه سلوك مقبول لكنه غير محببة له وهو الأنشطة المدرسية فبالتالي أن الطالب الذي عنده طرف حركة وشدة اندباه غالباً ما يكتسب هذه العملية بحيث أنه يعمل تأجيل للأشياء المعززة والمحببة له يبدأ بالأعمال الشاقة علامات إتقان الطفل لمهارة بدء المهمة في مرحلة الروضة النقطة الأولى تطبيق التوجيه المباشر من معلمته يتوقف عند اللعب عند أمره بذلك يستعد للنوم أو الخروج للمدرسة بعد التذكير لمرة واحدة بالنسبة له هذه النقاط لا بد أنه على الطفل أو الطفلة خلال مرحلة الروضة لما تكون مهارة طبعاً هنا مثل ما نعرف أن هذه المهارات صعبة أنه تطبق لطالب في مرحلة الروضة ولكن نعطي المعيار الأعلى لمهارة بدء المهمة لا بد أنه لما يأتي توجيه مباشر مثلاً تقول له المعلمة يلا يا محمد شل أدواتك أو ألعابك وحطها في الركن الخاص بك فبالتالي يقوم بتطبيق التوجيه بشكل مباشر كذلك عندما يؤمر بالتوقف عن اللعب كذلك لا بد أنه يستعد لما نقول لنا مثلاً الأهل في البيت جاء وقت نومه بالتالي يسبق أهله مثلاً إلى سريره وثم يؤوي إليه كذلك عند الخروج للمدرسة لا بد أنه يكون على أوجه الاستعداد ومثل ما نوهنا أنها تعتبر من المهارات العالية وقليل من الطلاب في هذا العمر أنهم يطبقونها علامات إتقان مهارة بدء المهمة في المرحلة الابتدائية النقطة الأولى يطبق عمليتين روتينية متتابعة خصوصاً في الصف الأول والثاني يباشر العمل في الكتابة بعد تلقيه التعليمات من المعلمة يستطيع إنجاز الفرض المنزلي في وقت متفق عليه يتبع روتين من ثلاثة أو أربع خطوات ما بين عمر التسع إلى الـ 11 سنة كذلك يمكنه حل ثلاثة إلى أربع واجبات بشكل متعاقب كذلك يمكنه أن يتبع جدوى المتفق عليه للبدء في مهام المسؤول عنها مع الاحتياج بالتذكير بالنسبة للنقاط التي ذكرناها النقطة الأولى أن يطبق عمليتين روتينية يعني في صف أولى أو ثاني بإمكانه أنه مثلاً أكرمكم الله يدخل دورة المياه مثلاً قضى حاجته غسل يديه فبالتالي تعتبر عمليتين هذا المقصود بالعمليتين كلا غسل يده عملية أولى فرش أسنانة عملية ثانية بالتالي هذا تعتبر معيار في الصف الأول والثاني ابتدائي كذلك أنه يباشر العمل في الكتابة يعني المعلم من يقول له يلا يا محمد أبدأ أكتب يبدأ يمسك القلم يفتح الدفتر على يده على أول السطر إذا كان مثلاً ينقل إذا كان الواجه مثلاً نقلاً أو التمرين فصل نقلاً من السبور يعينه على السبور إذا كان نقلاً من الكتاب عينه على الكتاب كذلك يتبع روتين من ثلاث إلى أربع وهذه تكون في ما بين التسع إلى العشر يعني أنه الأبن يقدر يدخل دورة المياه يستحمى، يفرش أسنانه، يطلع، يلبس لبسه، يقد شعره فبالتالي هذه تعتبر من ثلاث إلى أربع خطوات كذلك أنه يمكنه أن يتبع جدول الجدول بإمكانها أنه نحط له جدول مرئي مثلاً ناخده أو نحطه مثلاً في باب غرفته أو على الثلاجة بحيث أنه يكون لأجل التذكير لتأدية المهام اليومية سواء المنزلية أو كذلك ما بين المهام المنزلية والأكاديمية في مراحلة المنتوسطة يمكنها أن يتجاهل الطالب نشاط ممتع إذا تذكر التزام أن يجب عمله يمكن تأجيل الواجب إلى بعد العصر ولكن بدون تسويف يمكنه كذلك أن يبدأ بالمهام الروتينية المتفق عليها مع أسرته ولا مانع من تزويده في الجدول بالنسبة للنقطة الأولى أنه أحياناً لمن يتذكر أنه عنده واجب بإمكان أنه مثلاً يأجل مثلاً أنه يلعب كورة مثلاً فترة العصر وبالتالي يؤدي واجبة كذلك يمكن تأجيل واجب يعني أحياناً يطلب من أهلاً أنه فترة العصر أبغى ألعب كورة خلنا نقول هي عملية عكسية عن النقطة الأولى لكن لما يأتي بعد المغرب مباشرة يحل واجبة لا يكون فيها أي تأجيل كذلك بالنسبة للمهام الروتينية مع أسرته بإمكانه أنه يقضي يومه مع أسرته بدالما يقضيه مع زملائه يقضي يومه مع أسرته بدالما أنه يقضيه مثلاً في اللعب فهي تعتبر من مهارات العالية سؤال كيف يتعلم الطالب إذا ترفع حركة وشدة انتباه مهارة بدء المهمة النقطة الأولى التشجيع والتحفيز عندما يبدأ الطالب بأداء المهمة كذلك على الأسرة والمعلمين أن يكونوا بالقرب منه ليتأكدوا من أنه بدأ بتأدية المهمة كذلك قدم له جدول تذكير مرئي حتى يرى عند العودة من المدسل مثل ما ذكرنا أنه بإمكاننا أن نلصق هذا الجدول في غرفته خصوصاً إذا كان في مرحلة المتوسطة وإذا كان في الابتدائي يفضل إلصاقها مثلاً على باب الثلاجة كذلك قسم المهارات الشاقة إلى سلسلة من المهام يعني بإمكاننا أن نقول له يا الله يا محمد ودك تبدأ بمثلاً الواجبات السهلة أو القصيرة قبل الطويلة في المذاكرة إذا كان له رغبة أنه يبدأ بالمواد الصعبة أو السهلة أيهما ولكن في الأول والأخير أنه يؤدي المهام أو المتطلبات الأكاديمية كذلك لا مانع من أن يحدد الطالب متى وكيف سينجز المهمة لأن ذلك طبيعي سيحمله مسؤولية الإنجاز الخلاصة لا مانع من تقديم التذكير للابن أو الطالب ذات طرابة فرط الحركة وتشتل انتباه ببدء المهام لأن من الخصائص الأساسية لديهم الملل وتجنب المهام الأكاديمية أو الشاقة بالإمكان التذكير باستخدام مثل ما ذكرنا في درسنا اليوم جدول الملصق على باب الغرفة أو الثلاجة ساعة منبه لما تبدأ تنبه هذه الساعة أنه الآن بدأ وقت حل الواجب أو المذاكرة يعني بمكاننا أن نحطها على وقت العصر بحيث أنها تبدأ تعطينا التنبيه أو التذكير الصوتي من الأسرة إلى أن يعتاد على الروتين في الختام آمل من إن قدمت لكم مادة تعود بالنفع عليكم كان معكم هند بن سعدي العبيد في أمان الله